سلام الله عليكم حبيباتي أهلاً وسهلاً بكم في قناة وصفات لكم اليوم إن شاء الله سوف أقدم لكم وصفة رائعة جداً تعتبر كحل نهائي لمشكلة تعاني منها العديد من الأخوات وهو إسوداد المنطقة الحساسة وبالأخص منطقة الشفرتين وصفة اليوم فعالة وناجحة بمكونات آمنة الاستعمال في متناول جميع وقبل ما نتعرف على الوصفة أتمنى منكم حبيباتي أن تدعموني بالضغط على زر لايك ومشاركة الفيديو مع أصدقائكم ومعارفكم لتعم الفائدة ولا تنسوا الاشتراك في القناة إذا كنتم غير مشتركين لا تنسوا كذلك تفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد إذن بخصوص الوصفة هي عبارة عن روتين للتخلص من مشكلة إسوداد أو إسمرار المنطقة الحساسة هذه الوصفة بها خطوتين ضروريتين حتى نحصل على أفضل النتائج بالنسبة للخطوة الأولى هي عبارة عن مقشر هذا المقشر سوف نحتاج فيه إلى مكونين فقط متواجدين في كل بيت وآمنة الاستعمال ليست لها أي أعراض أو أضرار جانبية بالنسبة للمكونات سنحتاج تقريبا إلى مقدار ملعقة كبيرة من نشاء الضراء أو ما يسمى كذلك بالميزينة أيضا سنحتاج إلى مكون ثاني وهو الملح ملح الطعام الذي يستخدم في الطبخ أما بالنسبة للواتي لديه النتهيج في المنطقة فيمكن هنا تعويض الملح بالسكر الخشن أي السكر الأبيض بالنسبة للمكونات الآخر سنحتاج هنا إلى نصف حبة من الليمون الحامد كما نعلم الحامد هو مطهر مبيض مفتح للمنطقة هذا في حالة ما استعملتم هذه الطريقة أول شيء سوف نقوم بخلط الملح مع نشاء الضراء نأخذ هنا على بركة الله مقدار من نشاء الضراء أو ما يسمى بالميزينة كذلك نأخذ مقدار من الملح ملح الطعام كما قلت ثم نبدأ نعثر عليه القليل من عصير الليمون الحامد بهذا الشكل وندمش بهذه الطريقة بعد ذلك نقوم بغمص نصف حبة عصير الليمون الحامد أو نصف حبة الليمون الحامد بهذا الشكل جيداً بعد ذلك نأخذ هذا النصف ونقوم بدعك يعني المنطقة الحساسة بين الفاخدين جميع الأماكن التي يكون بها اسمرار كذلك يمكن تطبيقها حتى تحت الإبطين بحركات دائرية مع الضغط حتى يخرج يعني عصير الليمون الحامد تقريباً نفرك لمدة 5 دقائق هذا المقشر يستعمل مرتين في الأسبوع بعد الانتهاء من هذه الخطوة نترك الخليط على البشرة حتى يصبح جافاً تماماً بعدها نقوم بشطف المنطقة بماء دافئ مائل إلى البرودة ثم نجفف جيداً بعدها ننتقل إلى الخطوة الموالية وهي عبارة عن كريم ليلي يومي بمكونات طبيعية آمنة وآمنة الاستعمال أول مكون سوف نحتاجه في هذه الوصفة الثانية لترطيب المنطقة الحساسة وكذلك لتبيضها هو زيت الورد مبيض مفتح سريع للبشرة فهو مكون رئيسي في هذه الوصفة ولا يمكن يعني الاستغناء عنه سنأخذ تقريباً مقدار ملعقة من زيت الورد مقدار ملعقة بهذا الشكل هنا ممكن الاحتفاظ بهذه الوصفة لمدة أسبوع أما بالنسبة للمكون الثاني وهو زيت اللوز الحلوغ ورائع جداً لتبيض البشرة تفتيحها إعطائها نعومة ورطوبة هنا إن كنتم لا تتوفرون على زيت اللوز يمكنكم تعويضه كذلك بزيت الجليسرين يعني تستعملون ما هو متوفر لديكم سنضيف هنا مقدار ملعقة من زيت اللوز الحلوغ ونبدأ في دمج هذه العناسر جيداً بعد ذلك سنضيف مكون آخر بالنسبة لآخر مكون سنضيف هنا بضع قطرات من عصير الليمون الحامد فهو غني جداً بفيتامين سي هو يفتح يبيض البشرة لأنه يعمل على تجديد الخلايا وبالتالي يساعد على إزالة الخلايا الميتة التي تشكل طبقة صمراء في البشرة إذا سنضيف فقط بضع قطرات أو مقدار ملعقة صغيرة بضع قطرات فقط من عصير الليمون الحامد وندمج يمكنكم الاحتفاظ بهذا الخليط في علبة زجاجية محكمة الإغلاق كل ليلة قبل النوم تأخذون قطنة دائرية تقومون بتبليلها جيداً بهذا المزيج ثم تضعونها على منطقة الشفرتين تترك لليلة كاملة إلى غاية صباح الغد أما بنسبة لمدة الاحتفاظ بهذه الخلطة فهي تبقى صالحة لمدة أسبوع ثم تقومون بتكرارها في الأسبوع الثاني وصفة سهلة مكونات طبيعية فقط جربوها وذاوموا عليها إلى اللقاء في وصفة جديدة إن شاء الله